موسيقى في حد البصوا يخطوا يا جدعا يا لو اخر واحد عالقرض يا جدع عمري ببصلا اللي بصوا لأخطوا بقى ابن حرام على فكرة بقى اللي عبلك في دماغك شاكرا ما بيحبكش ايه دا استنى من دي؟ اقولك ايه ان دي ايتيش بجمالات قريبية كوريا قروب سيدة الاعمال هايدية ابو طالب وزوجها الاعلامي مروان ابو عرب بعد استلاهما استلاهما على خمسون مليون دولار موسيقى تعال يا بيت يا شاماة اغسل ليلي شعره كل احسن حسن انه بيأكلني حاندر يستر طلعي بره يا شاماة واتدخليش حد علينا حاطر هو ايه اصله دا استني انا بيت اطلع انت بره هيم والمصحف اللي صوت ولم عليك ام اتلالها لله طلعي بره يا بيت انت عاوز ايه نعم موسيقى يا سبتي عرفت بيك ايه يا بيت اللي بلع من ورا التاني طب بزمتك انا عملت ايه قلت لي عايز اتجاوز يا هيمة قلت امين عاوز اتدور على الشغلان يا كوريا عشان المي فلوس الجواز ما لقيتش قدامي غل شغلانت الكبارية ومقلت الكيش يا كوريا عشان ما زع الكيش ما كفرتش بس انت برضك كدبت يا هيمة كدبت اه بس عشانك مش انت اللي واقعلي على واحدة معا خمسين مليون دولار ومكتبة على المصلحة خمسين مليون دولار يا كوريا دول يشتروا محافظة ومرة تفتحيلي كوافير ومرة تدفعيلي فلوس تنكيس البيت وانا هيمة خطيبك اللي حيبقى جوزك ابو عيالك تكذب عليا وتقوليلي دي جملات بنت خالتي عاوز اتكبيش الكافشة لوحدك يا كوريا اتكبيش قولي لت انت ولا فهم حاجة قديني هوا يا كوريا قاعد مارزي قدامك لحد ما فهم كل حاجة من طق طقل سلام عليكم يا ياما وديني هطلع من هنا على الاسم لا اسم اسم ايه ده خمسين مليون اخضر ده انا هطلع من هنا على المدرية ويا نايش عيشة فل يا كوريا خلاص خلاص اقولك مين البيت دي تحت ليه فيه وتبيع عمل يا كوريا ده انا كيب داك دور بت امي البيت هاي دي ما حلتها اللادة دي بنت عاملة وعبيضة دي مسكوكة على قفاة حتة قفاة حلوة كده طالع من عينيه بص الفلوس كلها ما هطلقها الاسمه مروان اللي هربان برا مصر ده هو والبيت اللي اسمها نجوان البيت نجوان دي بس عايشة اللي من دول في دور ايه انه هو كال عليها الفلوس ورجعها على مصر بس انا مش مصدقها تشوف البت كده تلاقيه مرسومة ولابسة ومتقنتكة ولا اللي ورسل خديه في ايام انا الكلام ده مش راكب معاي راكبه رابع وراكب داكي بقولك ايه انت تحمد ربنا وتبوس ايه داكوش وضهر اساسا ان اللي خطب لسانك بعد اللي عملته احنا هنكرش شريك من اوله ولا ايه من نقولتلك اللي عندي يا هيم ماشي هدور الكلام ده في دماغي واشوف زبطته فين عشان يديك الروم ده يا كوريا دولي الهال دي الراحة يعملنا علاقينة والله ايه في ايه ايه عمل ايه باش واخدنهم عربين يا باش يا باشا في ايه طب بلاش هم طب يقولوا هم يا باشا في ايه طيب شوف اللي الزبط بتاعك قبض على هيمها لايه بقول لك ايه؟ خلي بالك انت هتروحي في ستين دقيقة لو هيمة قال له حاجة يا دي البرر الطافع هو هيمة كمان عرف الموضوع هو اكيد قمض عليه عشان حرق المحل وما قال له هيمة بس وما الحرق المحل ولا هو في طيرها قلبي جدت وخلاص هو ما انت عشان رجعت تتكلميه هتتخنق معنا ولا اي يا كوريا لا يا ستة هيدة لا الوقت هيمة هو قد مجدع ما يعملش العمل السودة دي شفتي ايه؟ ايه بيقولك اهو وبعدها مرجعش اكلمه على حاك انا بس حقانيه وبقول الحاك هي ما مالش بحرق محلات الحاك يكلم الزبط بتاعك قبل ما هفلت معا بكلمة كده ولا كده انت شلها هتشل الطين يا مال اتحر كاليني يا ستة هيدة هيرو البرر عاجلو علو صباح الخير يا علاء صباح الخير يا حبيبتي اه علاء انا كنت عايز اطلب منك طلب صغير طلب صغير قوي كده يعني تفضلي تحت امرك اه الوادي هيم ابراهيم اللي انت قبط عليه من شوية سبيل انا الموضوع ده انا اليالدي عارف ديته واعرف اتعمل معهم كويس هي قرصة ودني وحتلقيهم كلهم جم تحت رجلك لا لا بس هو ابراهيم ما عملش حاجة مش كان خاطب قريبتك وسبها ما ممكن يكون بينتقم هما رجوه البعض وانت عارف يعني ان مش عايزة مشاكل معاهم حاضر يا حبيبتي هخرجوا اعملك اللي انت عايزها ميرسي متشكرة قوي يا علاء ميرسي بجد العافو مص sovereignty لا 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 dissa 여자 انا هفكر واتكلم وما بعدين انت مستعجل قوي كده ليه انا المستعجل جداً طبعا طيب روح انت دلوقتي وأنا هتكلمك باي باي يا علاء هيخرج ارتحتي بقا اه اه اوه ايه هانا ارتاح لي говорят خلي بالك انا عاملي كله ده بس عشان قلقنا عليك حاف عليك ما اتكلموا كلموش ايه كل ده مش سامعة سنtt جاتي وانتي مش سامعة اليه بقى ها واقع على ودني كنت صغيرة؟ الله 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 جبتها منين دي يا باك واحدة زبونة قالت هالي عندي في المحلف عجبتني حلوة صح؟ اه حالة يو ما تصبر اللي على الباك يا دنيا طارد هي ما؟ كفرة يا كبداكي يا مساء الفل ايه رايح فين؟ احنا هنا لوحدين ما انا عارف انا جاي يمسي على ست جملات هانم قصدي هايدي وجاي يقول لها ان كبداكي تلع راجل وما فتحش بقه بنص كلمة مع انه يعرف كتير احنا عارف كله لم اقصد ميرسي ميرسي بجد يا أستاذ يا أستاذ إبراهيم انا متشكرة من قلبي على ايه؟ شكرا على ايه؟ وكمان اصل الزابط علاء مزوادها بصراحة وانا ممكن ازعله بس انا خدت بالي ان فيه تلطيف مشترك مدانكم فقلت اسيبوا ياكل ايش لا جامد اول امال امال بس خلينا بقى في المفيد الوادسوكا كان معي وانا بقرق جورنال وعرف الموضوع انا امنتوا مايفتحش بقه بس اصل الوادسوكا ماشي مع البيت تهاجر ما انت عارفة واللي زي سوكا ده لما يمشي مع واحدة بيحكي لها على كل حاجة تاني يوم مصر كلها تاعة انا يا أستاذ إبراهيم صراحة مش عارفة شكرك ازاي شكرا على ايه بس يا ستة هاني والله انا من ساعة ما شفتك وقلت ان انت هاني بيبان بيبان لو انت خبرا اوفي الهان المواد بقول لك ايه؟ يلا حبيبي عاش تلحق يومك فكتك خاضر يلا لسه العرض ما اخلصش العرض يعني ايه؟ فيه ديامة الجناية ما تخلص كبداكي وتوقل في بقه؟ هو بش الظابط علاء محتاس وداير يقبض على نص المنطقة ومش عارفت مين ورا موضوع المحل اه؟ المعلم سلوما هو اللي زقيق العيالي سلوكا؟ سلوكة ايه؟ اسمه سلوما حاجة غريبة جدا وانت عرفت ازاي؟ مصادر الخاصة وبقولي للباشا بتاع الكبداكي بيقولك يا ابو دبورة ونصر وكاب المعلامة مش عاوزة كتابة سلام سلوكا سلوكة ايه؟ هو انت مالك فرحانة قوي كده ليه؟ يوه؟ عشان تلعاصي عمال ابو دبورة بتاع ايه؟ في ايه؟ في ايه يا لا؟ يا الهكومة جنانة وانا ايه؟ هو في ايه يا النا؟ مالك فرحانة؟ كبداكي؟ يا كبداكي؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه يا سوك؟ في ايه حادي صحي حادي كده؟ اخفى من وش بدا معوارك وربانا يا عمي بقولك ايه؟ دي حالة انسانية يا عمي حالة انسانية؟ انا اللي حالة انسانية؟ يا غدع ست انصار دي ستة طيبة وغلبانة ومالاش اي حد وانت هتنجز حياتها؟ اتعطل يا سوكا؟ دم ايه اللي هروح اتبرع بي؟ وانا عند اهلي دم اصلا سبنا نمى سوكا بقولك ايه؟ ما انت لو ما رحتش ستة انصار هتموت انتصار انتصار مين يعني؟ ما تموت ولا تاولى؟ عايزة نمسعتنا بلما روح الشغل بقولك يا صاحبي عشان خطري الخدمة دي ليه والله العظيم ما هنسألك قوم بقى هكيبداك عشان خطري طبق يا سوكا هقوم هقوم قال يعني انا لو ما قمتش انت هتسبني نايم ما انت هطلع زنان لامة؟ الله سامحك انا مش هكلمك أعلى عشان خطو حطا ص algum صار ت צר تقول ان ان اها نايم خلاص معلاش يلا وامه صحبي يلا و كيبداك ايه؟ كيبداك ايه؟ تصدقنا يا سعدت البشا انا ماليش دعوة بحرق محل 70 جمالات و حلقوا ليه عدم المواخزة plats اونا اغاوى ازيت الناس خطيل العلو وقفه برا يا سعدت الباشر يا سعدت الباشر أنا عايف أنك قارش ملحيتي عشان كنت عاوز أتجوز ست جمالات لكن خلاص صرفت نظر خلاص بقى العفو السماح يا حكومة لو فتحت بقى أكتاني من غير ما أقولك أنا حقطع لك لسانك مين يدفع لكو يا ابن انت هو المعلن مسلومة باشر بدنا نفهم الخليج ودافع لكل واحد من الجنيه وقال لنا عايز كوف أصلحة وخدنا بعد نصف الليلة وردناها محل مقفول وقال لنا يولع الصوت انتو تعرفوا سلومه قبل كده ايوة باي احنا شغالين شغالين في المباح وبنحمل له اللحمة اللي بياخدها وقال لنا ان هو عايز يتجوز الست اللي في المحل دي ومحدش يأزيها اهو بس عايز يعرفها ويفاهمها انها لازمة يبقى معها رابع خد العيل دول برا اه باشي أنا معربش العيال الصيعة دولة يا سعدت الباشر اه دي القضية متل فقالي انا مش هتكلم ان قدامي المحامي بتاعي وانت عندك محامي بقى ان شاء الله لا بس مش هتكلم ان قدامي المحامي بتاعي حقي